بهاء كاظم في تصريح صحفي لبرنامج حكم الرابع قائلا الإسباني فيسوس كاساس لا يعمل روحه عقري ويفهم في كرة القدم العراق يحتوي مدربين خبراء من المفترض أن يجلس معهم ويستفاد من خبرتهم الكروية لدينا الكثير لديهم خبرات عالية في مجال كرة القدم والإسباني خيسوس كاساس لا يفكر في الاستفادة من هؤلاء وهذا يعتبر غرور مدافع منتخب العراق سعد ناطق في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا أتمنى مواجهة المنتخب السعودي في نهائي البطولة الأسيوية وإعادة سينايو نهائي نسخة 2007 وأضاف البرازيلي نيمار لاعب استعراضي والبرتغالي كريستيانو يلعب كل مباراة كأنها الأخيرة له مصادر خاصة أكدت لموقع المستديرة الرياضية إقالة مدرب منتخب قطر كيروش وتعيين مدرب لقرة الحالي مركيز لوبيز لقيادة المنتخب القطري في كأسي آسيا 2024 موقع يذكر أن الأخيرة كان مستشاراً للمدرب عبدالغني في أولمبياد ريودي جانيرو أسباب طرد المدرب البرتغالي كيروش حسب ما ورد من أحد مصادر المستديرة الرياضية وبحسب ما جاء من أحد الإعلاميين القطريين فصيحة من العيار الثقيل إقالة مدرب منتخب قطر كيروش بعد فضيحة جنسية في قطر وطرده مدرب ولقرة الحالي الذي أقرب على تدريب المنتخب القطري يذكر أن البرتغالية كارلوس كيروش قام بفعل مشين مع أحد الفتيات القطرية من تسبب ذلك في طرده مباشرة دون النظر في الأمر وقد يحاسب من قبل السلطات القطرية على أن ارتكب عمل مشين ولا يسمح به من قبل الدين والعقيدة نادي كاربلاء في بيان رسمي نتمسك وبشدة بخدمات المدرب حيدر عبودي لقيادة العميد الكاربلائي الأنباء التي تحدثت عن التعاقد مع المدرب أحمد خلف عارية عن الصحة المدرب الإسباني خيسوس كاساس يجدد الثقة لثنائي خط الدفاع ريبين سولاقة وعلي عدنان بعد المستويات الذي قدموها في مباراة فيتنام واندنوسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرفض طلعب الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الذي كان يمص على إلغاء المباراة الدولية الودية بين المنتخب العراقي والمنتخب الكوري وأكد بيان رسمي من رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مثل هكذا قرارات لا يمكن تعاطف معها أو مجاملتها المباراة ثبتت في سجلات الاتحاد الآسيوي وكذلك الدولي ولا يمكن أن تلغى أما إذا كان المنتخب الكوري أن ينسحب من المباراة وعدم المشاركة في اللعبة يعتبر خاسر أمام العراق وتسجل النتيجة في سجلات الاتحاديين الأسيوي والدولي بخسارة المنتخب الكوري أمام العراق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر وبذلك القانون يعاقب المنتخب الكوري لسبب عدم خوض المباراة الودية هذا ما أكدته بعض المصادر الخاصة بموقع المستديرة الرياضية أكد المدرب العراقي حمزة داود أن شكل منتخب المنتخب العراقي بوجود محترف هامارب السويدي منتظر الماجد الذي وافق على تمثيل منتخب بلده الأمة بدلا من السويد ويعمل ماجد حاليا على إتمام إجراءات نقل ملفه من الاتحاد السويدي لكرة القدم إلى مظيره العراقي وذلك بعد إنهاء متطلبات الحصول على جواز سفر عراقي في الفترة الماضية وقال داود في تصريحات خاصة لموقع المستديرة الرياضية اهتمام مدرب المنتخب العراقي في سوسكاساس بمحترف هامارب السويدي منتظر ماجد لم يأتي اعتباطا أو من فراغ كون المدرب سافر إلى السويد بهدف متابعة اللاعبين الذي يرغب في استدعائهم بدقة بالغة وأضاف نظرة كاساس لللاعبين المحترفين في السويد وأوروبا لم تخيب ظن العراقيين في ظل وجود يوسف الأمين ودانيل السعيد ورغبته أيضا باستدعاء يوسف الإمام كون هؤلاء جميعهم تألقوا وقدموا مستويات جيدة مع العراق رغم صغر أعمارهم وتابع بالقول اللاعب منتظر ماجد رغم أن مركزه الجناح يضم عددا كبيرا من اللاعبين الجيدين مثل علي جاسم وإبراهيم بايش وأحمد فرحان دانيل السعيد لكنه سيشكل الإضافة المطلوبة للمنتخب العراقي وسيغير من شكل المنتخب العراقي من حيث المنافسة كونه سيدفع الجميع لتقديم كل ما لديه لضمان مركزه الأساسي وولد منتظر ماجد في 24 أبريل ميسان عام 2005 في مدينة يونشوبيند السويدية وهو من أب وأم عراقيين مهاجرين إلى السويد ومثل اللاعب منتخب شباب السويد في تصفيات أمم أوروبا التي أقيمت للفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 22 الماضي قبل أن يقرر تمثيل العراق بعد تدخل رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال لحسم ملفه لصالح المنتخب العراقي الصحفي الرياضي الدكتور عدنان لفتت في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا هدف منتخب العراق في منافسات بطولة أسيا في قطر العام المقبل أن يكون أحد المنتخبات الأربعة الأوائل ونحن على ثقة تمة بالمدرب الإسباني في سوس كاساس وكذلك بلاعبين المحترفين والمحليين المنتخب العراقي الجديد سوف يكون ندا صعبا على جميع منتخبات القارة الأسيوية إذا أحسن الإسباني كاساس اختيار التشكيل المناسب فممكن جدا للعراق أن ينافس على لقب بطولة آسيا لا يمكن الاستهانة بمنتخب فيتنام أبدا فهو أثبت أنه كان ندا قويا في أغلب المباريات التي جامعته بالعراق في الفترة الأخيرة نادي الشرطة ونادي الزوراء يعودان لسكة الانتصارات ويهزمان أمانة بغداد ونفط البصرة بدوري نجوم العراق في انطلاق الجولة السابع رسميا جناح إلفسبورد بطل الدوري السويدي المنتاز أحمد قاسم البالغ من العمر عشرون عام صاحب القيمة السوقية مليون يورو يوافق على تمثيل العراق نجم الكرة الإماراتية السابق عبد الرحمن محمد في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا أكثر فريق تألمت لخروجه من دور أبطال آسيا بنسخته الحالية هو فريق القوة الجوية حيث ظهر بمستوى طيب في المباريات التي خاضها فريق القوة الجوية برغم أنه حقق ثلاثة ألقاب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلا أنه يفتقد خبرة المشاركة في البطولة القرية الكبرى المدرب الكروي نزار أشرف في تصريح صحفي لموقع العراق نادي القوة الجوية قدم مباريات كبيرة في دوري الأبطال لكنه لم يكن محظوظا في مباراة سباهان الإيراني الاستعداد الجيد والتسلح بمحترفين من العيار الثقيل يمكن أن يسهم في تجاوز أندياتنا لدور المجموعات بدوري الأبطال في النسخ المقبلة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تصوت على إقالة رعد حمودي بعد 14 عاما من تسلمه منصب رئيس الأولمبية والنائب الأول عقيل مفتن يتسلم منصب الرئيس بانتظار رد اللجنة الأولمبية الدولية على قانونية التصويت على إقالة رعد حمودي في سابقة غريبة مدرب نادي الكهرباء لؤي صلاح يقسم فريقه إلى قسمين حيث غادر قسم من اللاعبين إلى السليمانية لمواجهة نوروس بعد غد الخميس فيما سيتجه القسم الآخر إلى البصرة تحضيرا لمواجهة اتحاد أهلي حلب السوري يوم الاثنين ويأتي هذا القرار بسبب مواجهة نوروس التي ستستمزف من طاقة اللاعبين لعدم وجود رحلات جوية من السليمانية إلى البصرة بالتالي فأن رحلة البر ستكون مرهقة وعلى إثر ذلك قرر مدرب الكهرباء إرسال الأعمدة الأساسية إلى البصرة ترجمة نانسي قنقر